اشتركوا في القناة ولي عهد المملكة الاردنية الهاشمية لدى وصوله الى البلاد يوم غد الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر ديسمبر الحالي في زيارة لمملكة البحرين يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين بالاضافة الى التطورات والمستجدات على الساحات الاقليمية والعربية والدولية ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لجلالة العاهل الاردني طيب الاقامة في بلده مملكة البحرين علاقات تاريخية خاصة متجذرة في العمق وتنمو اليوم بفضل الرعاية والدعم الذي تحظى به من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشبية الشقيقة وتنعكس هذه العلاقات الطيبة بين القيادتين على ما يربط بين الشعبين الشقيقين من أواصر الود والمحبة والتي أهلتها لتعتبر نموذجا ومثالا يحتذا به للعلاقات العربية بشكل خاص وبين دول العالم بشكل عام لقد كان للزيارات المتبادلة بين القيادتين وكبار المسؤولين في كل البلدين الشقيقين دور بارز في تعميق التفاهم وتقريب وجهات النظر والرؤى فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المنطقة والعالم في المحافل الإقليمية والدولية وعلى كافة الصعود وأعطى هذا الترابط الثنائي بين البلدين الشقيقين بعدا متطورا وشاملا لما يجمع البلدين من تعاون في عدة ميادين حيث قطعت هذه العلاقة شوطا كبيرا من التطور ونماء على كافة الصعود والمستويات فهي تشهد تطورا ملحوظا من حيث التعاون في الشؤون الاجتماعية والأسواق المالية والمصرفية وشركات الاتصال وخدمات البنوك فضلا عن العلاقات الثقافية والفندية والسياحية وخطوط الطيران كما أن البلدين يرتبطان باتفاقيات منها التعليمية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والشؤون الصحية والعلاج والرياضة والنقل الجوي والبري والتعاون العسكري والشرطي والجمارك إن شراكة البحرينية الأردنية ليست وليدة مصالح ضرفية أو حسابات عابرة إنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير ومن تطابق وجهات النظر وقد تمكن البلدان من وضع الأسس البتينة لشراكة استراتيجية ونتائج مسار مثمر من التعاون على المستوى الثنائي بفضل الإرادة المشتركة لتقوية هذه العلاقات وتنميتها